الثقة في اللعيبة الثقة كبيرة جداً لازم تكون موجودة مفيش داعي لأي ألأ مفيش داعي لأي توطر مفيش داعي لأي تنشنة مفيش كده خالص انت عندك ثوابت انت عندك أصول عندك حاجات كتير جداً اكتسبتها مواقف كتيرة مرت بيها أزمات كتيرة تعرضت ليها بطولات كبيرة جداً جداً وعظيمة جداً في أصعب الظروف وأصعب المحن وأصعب الأوقات ومع ذلك بيظهر المعدن المصري في الأول الأهلاوي بيظهر إزاي تتعامل مع ده إزاي تتعامل مع زميلك ومع منافسيك ومع محبيك ومع منتقديك ومع كل الناس اللي حواليك هنا الأصل على الأصل يدور على الأصل يدور ما تبقاش هدفك كله أن انت رايح بس هتكسب قرشين من هنا أو تلاتة من هنا كبرامج رياضية أنا بخص البرامج الرياضية عشان على اليوتيوب بيأولوني كلام أنا مش بتاعي خالص مش دي أنا راجل شخص إيجابي في حياتي دايماً إمبارح بسيبه الإمبارح وبكرة هو اللي بفكر فيه عشان كده أنا بخص دايماً البرامج الراضية بخص دايماً الأمور اللي إحنا فيها دلوقتي ما تأولونيش كلام ما تأولوش سيد عبدالحفيس كلام هو ما قالوش يعني على اليوتيوب أو على السوشال ميديا عمتاً أنا مش هقول ده أنا راجل إيجابي دايماً بفكر بإيجابية وهفكر دايماً بإيجابية طول عمري عشان كده بقول لحضراتكم على الأصل دور مبدأ البطولة إن أنت تعيش اسمك ولا البطولة إنك تعيش دي كانت كلمات ألها يعني الأستاذ عدل علي الحجار في تتر لمسلسل العظيم يحيى الفخراني شيخ العرب همام يمكن أنا بستدلي بشوات حاجات لكن لها معاني كبيرة جداً البطولة تعيش اسمك ولا البطولة إنك تعيش يعني البطولة عندك إن أنت تعيش ستين سبعين خمسين يعني سبعين تمانين هتموت هتموت لكن البطولة الحقيقية والنجومية الحقيقية إن اسمك يعيش اسمك يفضل بعد حتى ما تموت وده هدف النادي الأهلي ده هدف النادي الأهلي بقول لكل منتقدين النادي الأهلي وبقول لكل منتقدين اسم النادي الأهلي أو صفات النادي الأهلي أو قيم ومبادئ النادي الأهلي اللي أنتوا عايزين تبعدوا عنها لأ البطولة عندنا إن الاسم يعيش والبطولة عندنا مش في البطولات وبس البطولة عندنا في سلوكنا حتى معاكو انتو